أولت الدولة أهمية كبيرة خلال سنوات التصعى الماضية لتحقيق الأمن الغذائي على الرغم من تداعيات العالمية مثل تعثر سلاسل الإمداد الدولية وارتفاع تكلفة النقل والطاقة عالميا وتم ذلك من خلال تنفيذ أجهزة الدولة المعنية لمشروعات كبرى وشراكات ناجحة في ذلك المجال قوت وغذاء المصريين في صلب اهتمامات القيادة السياسية ويتصدر سلم الأولويات في الجمهورية الجديدة منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية اطلعت أجهزة الدولة المعنية بتنفيذ مشروعات كبرى وشراكات ناجحة وذلك خلال الأعوام التسعى الماضية بهدف تحقيق الأمن الغذائي رغم التداعيات الدولية مثل تعثر سلاسل الإمداد الدولية وارتفاع تكلفة النقل والطاقة عالميا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي نجحت مصر في تكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع الأساسية يتجاوز ستة أشهر كما لم تشهد البلاد أي أزمة في توفير السلع الأساسية رغم مشاكل كبرى في هذا الصدد ضربت العديد من الدول حول العالم تحقيق الأمن الغذائي كان ولا يزال أولوية قصوى في ظل تغيرات هائلة تشهدها العديد من الدول المصدرة للسلع في ظل جائحة كورونا والطراب سلاسل الإمداد والتغيرات المناخية والأزمة الروسية الأوكرانية وإدراكا لذلك عملت مصر على تنويع مصادر محصول القمح المخزون الاستراتيجي من القمح تعزز من خلال زيادة الحوافز المقدمة للمزارعين عبر رفع سعر التوريد إلى ألف وخمسمائة جنيه للأردب فضلا عن توفير أربعمائة وعشرين نقطة تجميع على مستوى الجمهورية مع سرعة صرف مستحقات المزارعين ودعمهم في تربية المواشي وفيما يتعلق بالسلع الأساسية وتحديدا السكر عملت مصر على إجراء نقلة نوعية تمثلت في القفز بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى 91% وتخفيض الاستيراد وفيما يتعلق باللحوم والدواجن عملت أجهزة الدولة على تكوين احتياطي استراتيجي حيث تحقق مصر اكتفاء ذاتيا في الدواجن الحية يضاف إلى كميات من الدواجن المجمدة التي تستوردها البلاد عند الحاجة كما عملت على تنويع مصادر استيراد اللحوم تنوع المشروعات المحققة للاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي تضمن طرح أكبر مشروع قومي لإنشاء سبعة مخازن استراتيجية عملاقة بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة مخزون السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين طوال العام فارتفع إجمالي الساعات التخزينية من واحد واثنين من عشر مليون طن في عام 2014 بشوان ترابية إلى ثلاثة وأربعة من عشر مليون طن حاليا في صوامع عصرية بلغت تكلفتها سبعة وسبعة من عشر مليار جنيه وأطلقت مصر مشروع تأسيس أول برصة سلعية لخفض الأسعار وتوفير قدر من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين فوضعت الدولة خطة استراتيجية لإقامة المناطق اللوجستية والتجارية فبلغ إجمالي عدد المشروعات التجارية الجاري تنفيذها واحدا وعشرين مشروعا في أربع عشرة محافظة بإجمالي استثمارات تتعدى ستين مليار جنيه وذلك على مدار السنوات الخمس الماضية وبهدف توفير السلع والمنتجات وتقليل حلقات التداول لتحقيق الاستقرار في الأسعار بدأت مصر في تنفيذ خطة لتطوير وتحديث أسواق الجملة على مستوى الجمهورية بمواصفات واشتراطات عالمية بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة بما يشمل تطوير وإنشاء ثمان وعشرين سوق جملة ونصف جملة منظمة وذلك من الجيل الثالث ترجمة نانسي قنقر